السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أبناء الطلاب في الصفة الأول السنوي الفيديو السابق اتكلمنا فيه على الكلمات والملاحظات المهمة على جزئية الجرامر اللي موجودة في الدرسين الأول والتاني من الوحدة الخمسة حلين عليكم صفحة من أسئلة Language Exercises النهاردة ان شاء الله هنكمل الأسئلة إلا على جزئية الجرامر بإذن الله وهنخلصها مع بعض بالإضافة اللي نحن كمان هنحل الأسئلة الاختياري إلا على جزئية الجرامر أو الكلمات طيب تعالوا يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هنبدأ مع بعض من السؤال رقم نمبر 15 لأن احنا نأخر حاجة أخدناها صفحة السابقة فالنهاردة هنبدأ من هنا بيقول هنا The ceiling of this room doesn't look very safe ما هوش آمن It looks as if it بيبدو كأنه Is going to fall down حيسقط طيب The boy is sharpening his pencil ببري ألمه He is going to write هيبدأ يكتب his homework في دلائل عندي في دلائل هنا هنا برضو كان في دليل يبقى أنا بستخدم وقلنا Be ever to be زائد going to زائد الفاري في المصدر ما عندي دليل بتنبأ وعندي دليل طب هنا Do you have any plans for the weekend? I am going to meet my friend on Saturday morning البعض I am going on holiday to Europe this October Should I take an umbrella وأنا يكيب أخدت معي شمسية Yes perhaps it will rain ما عنديش دليل بتنبأ وقاله خد أحتياطي ربما تمطر We are going to go to the Red Sea this summer We have made our plan عملنا خطتنا قلنا في خطة في قرار في نية يبقى على طول A B going to زائد الفاري في المصدر طيب It was predicted that he أنا عندي ووز ماضي يبقى أختار على طول A would help There It's already six o'clock We are going to be late Do you believe that مصطفى will get the job هيحصل على الوظيفة Why are you turning on the television ليه اللي بتتلقناها من على التلفزيون I am going to watch some educational programs بنيشوف برامة تعلمية طبعا انت أكيد بتعمله كده بتربوش على لعب ولا أفلام ولا مسلسلات ولا حاجة طيب Don't raise your voice مترفعش صوتك in the class or you أو انت هتبقى be sent out تخرج برامة اللي بعده بيقول lots of lighting and thunder doesn't necessarily mean ما بيعنيش يبقى الرعد والبر قطرة الرعد والبر ما بيعنيش بالضرورة it is going to rain نعم تمت are you going to play tennis after school today do you think that huda will get the full mark in the exam بتصع درجة نايف الامتحان there is two little petrol left ولاي الاول اللي موجود the car is going to stop طبيعي طيب look out احترس he is going to fall يبقى عندي وقعه وبقول له خد بالك انت هتقع طيب i am studying medicine بدرس الطب i am going to be a doctor ها ها اصبح طبيب طيب نكمل مع بعض بقية الاسئلة in the space املأ الفراغات بيقول فاروق is in the sea overseas tomorrow he is في واحد سيوة بغدا he is going across the western desert on a camel he has never written a camel اصلوش ركب جمل so he thinks it will be a great experience يعتقد انه هتبقى كبرة عظيمة after his trip بعد رحلته he is going to spend a few days هايقصي بعض الايام في واحد الفرافرة هيروح هناك في 23 من جولاي من المنظر الطبيعي بتاع السحرة هايقا جميل جدا هايقو صور كتير رحلته هتبدأ جدا ساعة ستة صباحا يجب انه ينام اللي مبكرا ويمصل عشان يجهز نفسه رحلة المغامرة العظيمة او الكبيرة دي طيب اللي بعدها هي جهزت هي جهزت انها تشتري حاجات كتير حاجات كتير من اجل الحفلة هتشتري خوبز كيكس خيكات وحلوة هي بتتوقع انها تبقى حفلة جميلة اللي بعده ستتريد من أجل الحفلة ومتعها ومتعها رحلة لفرنسا ستتريد من أجل ستتريد من أجل ستريد من أجل هتسافر من غدا بالليل الساعة 8 ستتريد من أجل ستتريد من أجل في فند الخمس نجوم في باريس لم تكن لفرنسا قبل ومتعها ومتعها ستكون رحلة مسيرة ستتريد من أجل الحفلة عرفت ان المنظر هناك من برج إيفر رائع ومزهل هتاخد الكاميرا بتاعتها عشان تاخد بعض الصور الجميلة هي بقى بارد جدا مكانش عندها معطف صقيل هتشتري واحد جديد كويس دي أو دي فإما تشتري من أجل رحلتها من أجل رحلتها من أجل رحلتها جدا أو أثناء رحلتها جدا طيب تعالى بقى نشوف كمان آخر واحدة معنا أنا بيقول أنا أسرتي سعيدة جدا بقول دي عيشتلي سيارة بديدة تمورو غدا ما يشغل يقوي يعني وسط بقول دي عيشتلي سيارة بديدة تمورو غدا غدا برومايز وعدني ذات وود تعلمني زي سوء سيارة طيب كمان هناخد معنا جزئية اللي خاصة بالدرسين الأول والتاني بالكلمات بالجرامر بقى بس عن حل جزئية الاختياري فيها هتقول هنا لازم نقرأ رأس الصورة عشان نشوف عايز نختار واحدة ولا اثنين بعد كده عندي في المطار معهم الكلاب بتاعتهم المتدربة عشان يكتشفهم المفرقات مرتبط بين ممثلين كتير من ساعة ما هو ايه بدأ الوظيفة بتاعته الجديدة طيب مودرن تكنولوجي has improved group yield by over 30% طيب my schedule is quite flexible I could arrange to meet with you اعمل معاد معاك أي ني داي نيكست ويكي الجدوى الموعد بتاعي مرن انا قدر عمل ايه معاد اوفق لك معاد وزيو معاك أي داي في أي يوم نيكست ويكي لسبوع القادم طيب the new modern communications are enabling more people to work from them سمحت للناس كتير ان هي تعمل من المنزل there are many shops which sell new electronic devices بعد كده طريقة غير قنية my family promised to take me ودي الحتة اللي احنا قلنا فيها bromise لما يجي فينا بعدها مفعول قلنا بتاخد two زائد الفاعل في المصدر طيب عندي this قلناها مع will لو تفتكرون منيش فاكل هاته الجزئية دي في الشرح قلنا ان هنا جت مفعامها مفعول فبتاخد two زائد الفاعل في المصدر بعكس لو جاء بعدها فاعل بيجي بعدها ايه wood او will will لو هي في الزمن المضارع وود لو هي ايه bromise دي في الماضي تمام طيب هنا في فاعل هنا كان في مفعول فاخد التود وليه نفس الحتة اللي عندنا في السؤال للوقتي to take عشان عندي مفعول طيب this year i am going to i am going on holiday with my family to italy يعني نروح لإيطاليا i am sure i will enjoy هستمتع طيب we haven't got any tea ما عندنش اي شيء it is okey i will get some هحصل على بعض منه طيب it's my birthday he is going to wash طرق معقدة for communicating الاتصال أو التواصل some experts بعض الخبراء are predicting بتوقعوا that the biggest big development will be in visual communication هايبقى في التواصل المرئي small mobile computers with fast internet connecting مع سرعة كمان في الاتصال بالانترنت will be the first mobile devices that give us high quality visual communications so that we can see the people هايبقى نشوف الناس we are talking to طيب احنا كده خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة وخلصنا مع بعض الدرسين الاول والتاني بجزئة الجرامر بجزئة الكلمات ان شاء الله الفيديو القادم هيبقى على الدرسين التالت والربع الكلمات بتاعتهم دمتم في امان الله